وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نداء أخيرا إلى المتظاهرين دعيا إياهم إلى تظاهرة مليونية حاشدة في ساحة التحرير ببغداد صالح العراقي وزير الصدر ذكر في تغريدة له نقلا عن الصدر قوله هذا ندائي الأخير وقد أبرأت ذمة أمام ربي وأبي وشعبي بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاسين صار لزاما علي أن أتحرى أي الفسطاتين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم الصدر دعا إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع المحافظات إلى ساحة التحرير ثم إلى المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حبا بالعراق وذلك بزحف مليوني مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرير وبأصواتكم العالية التي تهز عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم سالمين آمنين ترجمة نانسي قنقر